والحقيقة أن سيادتك أعلنت عام 2022 عام للمجتمع المدني وده كان في توصيات منتدة شباب العالم في النسخة الماضية وهنا لازم أتوجه بالسؤال لدكتور نوها طلعت والحقيقة لازم أسألك عن دور المجتمع المدني هنا إزاي بيلعب المجتمع المدني دور مؤثر في هذا المشروع أو في تنمية الأسرة المصرية اللي احنا يمكن بنتكلم عليها نهاردة بسم الله الرحمن الرحيم أنا في بداية كلمة بحبة أوجه خالص الشكر لفحمة رئيس الجمهورية على رعايته وتشريفه لهذا اليوم المهم الحقيقة أنا هتكلم بصفتي عضو مجلس إدارة في الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وهي دي بتعد أقدم جمعية اشتغلت على ملف تنظيم الأسرة في المجتمع الأهلي في مصر هي جمعية أشارة سنة 1958 تحت اسم جمعية الدراسات السكانية والحقيقة إحنا الجمعية الوحيدة اللي حضنا على عضوية الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة إحنا بنعتمد في شغلنا يمكن على مبدأ معالجة القضية بشكل لا مركزي إحنا موجودين في أكتر من 21 محافظة بمية وأربعة مركز طبي وعيادات لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لكافة السيدات إحنا يمكن في تشكيل مجلس الإدارة الخاص بالجمعية بنراعي جدا تمثيل المرأة تمثيل مناسب بحيث أنهم ما قلش العدد عن 50% ونسبة الشباب ما تقلش عن 20% وده قتاح الحقيقة استدامة في نشاط الجمعية الجمعية موجودة بتقدم خدمات طبية كجزء من دورها وبتستهدف الشباب ب17 عيادة صديقة للشباب إضافية للـ 104 عيادة دول بيستهدفوا تقديم المشهورة للشباب قبل الزواج والتحدث معهم حول كل قضايا الصحة الإنجابية ده بالإضافة لوجود معها التدريب لبخوث الصحة الإنجابية موجود في محافظة الأسكندرية الحقيقة إحنا يعني عملنا من خلاله أكتر من 3000 تدريب بتنسيق مع الحكومة والوزرات المختلفة والجهات الحكومية والغير حكومية ده بالإضافة لبعض الهيئات الدولية عملنا فيه ممكن 300 تدريب مع هيئات دولية وقمنا بتدريب الشباب الإفريقي على برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وده طبعا لأن هيقارة أفريقيا يمكن بشكل عام بتعاني من مشكلة زي اللي مصر بتعاني منها وهي النموذ السكاني الرهيب في معظم الدول طبعا إحنا يعني في منظورنا منظور الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص وده تأكيدا على توجيهات سيادتك الدائمة إنه يمكن هوا مثلث التنمية بالثلاث أضلاع عمره ما هيدي النتيجة المرجوة إلا لو كان المجتمع المدني بيشتغل على نفس الأجندة وعلى خطة الدولة بالتوازي وبالشراكة مع الحكومة إحنا طول الوقت وغذين على عطقنا حتى في الشراكات مع الوزارات المختلفة إنه إحنا نبني قدرات كل المواطنين فيما يخص ثقافة الصحة الإنجابية يمكن إحنا قمنا بأكتر من تدريب لبناء قدرات العاملين في مقطاع الإعلام والوزارات المختلفة وده جزء من الدور الخاص بالجامعية واللي إحنا مكملين فيه وبتعاون حتى مع مؤسسة حياة كريمة في إطار المبادرة الرئاسية وطبعا استدامة الجهود دي هي قضية بتتعالج على المدى الطويل استدامة الجهود هي اللي وصلت المعدل الحمد لله ينخفض من 6 و7 من 10 و9 من 10 طبعا من أطمح في الأكتر وإحنا مكملين في ده ودور المجتمع المدني إحنا متأكدين أنه إن شاء الله بالشراكة مع الدولة حق إنجاز ملموس مرسي لحضرتك شكرا لكتورة نوها طلعت عضو الجامعية المصرية لتنظيم الأسرة